قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة نصبح على منا طمنا على حالة التقس وجاوبنا على سؤال حلقة النهاردة موقف حد جدع عملوا معاها وهي ما تعرفوش صباح الخير عليك يا منا صباح الخير عليك يا شازلي صباح الخير عليك يا فاسان أه طبعا مصرين كلها جدعانة وزي ما أنت كنت بتقول وننسى عجرم كم بتقول ملوك الجدعانة ودي حاجة في طبعهم إحنا الأمهات يا شازلي ما بينفعش معانا يومنا ما بيتزقش كده غير بجدعانة الناس الغريبة يعني إحنا بيبقى عندنا تفاصيل كتير قوي مع الأطفال فبجد سطر ربنا وجدعانة الناس هي اللي بتخلي اليوم يعدي وبتخلي اليوم يخلص كده مع بعض تصدقني يعني الأمور ما بتمشيش كده كل واحدة بيعها طفلة أو اتنين أو يمكن كمان أكتر بيبقى عندناها تفاصيل كتير في يومها من مذاكرة لتمارين لأماكن مختلفة ممكن تبقى مطالب إنها تبقى موجودة في أكتر من مكان في نفس الوقت وتوصل في أكتر من مكان في نفس الوقت وتتابع كمان في نفس الوقت ده بيمشيش غير بالتنسيق يا إما بقى مع الجارات أو الصحبات أو حتى يعني نعتمد على إن إحنا نسيب حد للحظات مع طفل لغاية لما نشوف التاني فطبعا الجدعانة مع الأمهات دي أكتر حاجة ممكن تكون بتخلي اليوم يخلص والأمور تبقى طيبة إن شاء الله